اشتركوا في القناة 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 احتينا اشتركوا في القناة تبين أنه إذا أخذت بوبيلاسيهم ما مع وجع مئة واحد أخذتهم وعملتينه أن يقرأهم فوق الخمسة عشر سنة لهذه درجة بتلاقي ثمانين خمسة وثمين بالمئة من العالم عندهم طرف ديسك يعني ستريق بنا بس ما بيقدي إلى ألم من هيك ما بيعرفوا مش درور إلا لبعدين هو مؤذي إذا ما أدى إلى ألم صح مؤذي لأنه لأنه ما بيتزبط لحاله منذ ما واحد يعرف شو بيو يتوقي أو يعطيه علاج أو يقل له للشخص شو يلازم ينعمل بالبيت في أشياء تنعمل بالبيت في أشياء يجب أن تبدأ علاج عنا بالكلينيك يعني خلينا نفسر شو هو الديسك على المجسمات اللي معك جبنا معناك شوية هيك حتى تكون انتر اكتف شوي زيادة تخوف بس واحد يشوفهم هيك للعضم هادي خرزات الظهر وينما كان هاو الخرزات هيدا الديسك اللي نحن بنحكي عنه عم بيبينه يلي هو كارتيلاج بيسكلي وبيقلب هالديسك من جوه في مبعرف زي نبين هيدا في واحدة صفرة هون هيدا مثل جيلاتين مثل الجيلو هو هيدا الرمادة اللي الرمادة فتح هو الديسك هيدا الديسك كله سواه بقلبه في الجيل هون وهيدا الخرزات لازم يكونوا فوق بعضهم مثل ما شايفين راجلاجين مظبوط ما في مثل لايمين ما في شيء زي يحمل محله والعصب بيطلع من هالبخويش هزا بتقولي بين الخرزات هالأوبنينج هالبخش هون معمول من الخرزات يعني منه موجوز ستركتورال بالعظمة بس تحكت الخرزات فوق بعضهم بصير في بخش مطرح ما بيطلع العصب لزيلك كل شي بصير هون ميكانيكلي يعني كل شي بيطر إذا هالخرزة زيحت شوي إذا الديسك شوي طولي على برة إذا لجمان ميوسك شو ما كان ضرب هون كله بيأسر بالعصب لأنه العصب طالع من هالبخش أدو تماما يعني كل شي حركي بديو يضرب بالعصب بيعمل كيف واحد عم بشرقة على شريط الكهرباء نفس الشي بصيري شرقة على شريط بواجه فيه أوقات ما بواجه لأنه أنا أعتبر هيدا مثل أنا بقول لهم للباسيان أنه مثل كابل الكهرباء في قلبه ميت شريط هالمية منهم ثلاثين بيواجعوا ومنهم السبعين رايحين على أعضاء جسمك إذا احتكنا بهوديك السبعين بيصير خربة أشياء جوانية مع الوقت ما بنعرف فيها من دون ما يعطيكي واجع بس يحتك بهالفيبر اللي هو للواجع بتبلش تعس فيه وأغلبية الأوقات لسوق الحظ كان محتك بيغيره وصار له زمان يعني كان صار كرونيك كان صار له زمان مش أنه بس هلأ صار معه واحد وقعه وانأزى مننا نحن بهمنا هيدا الديسك من هيك مرات ما بوجع بس عطول عنده أزل الجسم على أعضاء تانية إذا مش على الألم بيبين بيبين وبهمنا نحن هيدا الديسكون كيف والخرزات كيف هني فوق بعضهم وكيف الديسك ما يكون من إزل طالع لبرة هيدا نورمال هيدا نورمال هيدا نورمال إذا ما نروح للعالم بيقولوا بروحوا بيعملوا إيرام وبيصير معه واجع بيقولوا معك طرف ديسك أو معنى الديسك بالإنجليز بسموه هرنيات أو بلش ديسك هيدا ساعة اللي بيصير هيدا الأحمر اللي هون الديسك بيخزق بيطلع من هاي الشقف اللي هي جيل جيلو تطلع لبرة إذا بتضرب بالعصب تعمل واجع هيدا اللي بيقولوا عنا معك ديسك هيدا بتصير مع الأسباب كتير يعني كان إنجوريز كان واحد بيوقع كان أكسيديونات سيارة كان كمان ريليتد توشي ريباتيتيف يعني قاعد غلط لعشر سنين على الكمبيوتر ينو بالنام غلط لكن بيبقى الديسك محلو بس بينخزق وبيطلع عجال اللي دايخلو بيدقر بالعصب وبيقلب هيدا بسموه طرف ديسك طرف ديسك بس يصير أسوأ بيسموه يعني بيقولولو ديسك نحنا ببنان العلاج بيختلف بين طرف ديسك وديسك أكيد لأنه في أشياء أكتر كرونيك في أشياء أكتر بدأ علاج أكتر في أشياء بدأ أقل علاج يعني بالأساس هون نحنا شو عمنا عميما نتأكد أنه كل شيء مني هلأ شو بيسبب هيدا الطرف ديسك إلنا الأسباب البرانية بس بالجسم شو بيسبب وقتها بيصير في عنا ميكانيكلي ميكانيك مش مزبوط مية بالمية يعني نعتبر هاي الخرزة اللي هي فوق بعضها هاي الخرزة بتبين بدأ نجي لهون للسنسلي تنفرجية إذا هاي هاي السنسلي هيك لازم تكون فوق بعضها إذا هالخرزات بدل ما يكونوا جالسين بلشت شيء نعوج من محلو ويعلق معقول طرف ديسك يؤدي إلى تعليق هيدا هيدا بتأدي إلى طرف ديسك يعني الأساس بتبلش هيك أغلبية لأوات شيء ميكانيك مش مزبوط بالسنسلي هلا نحن عم نعمل إكزاجيراسيون عم نكبرها يعني بس هي مليماتر بس هالمليماتر خلص بلش يضرب بالعصب أمامتا بلش يضرب بالديسك اللي هو بينات الخرزات اللي عم بيحك فيه مع الوقت مع الوقت هالديسك بيخزق متل كل شيء متل كل شيء فيهو فيبر كارتلاج بيخزق شوي شوي بس يخزق ببلش يطلع منه شقفة لبرة هيدا بيشوفوه على الإقرام بقولوا معنا ديسك عنا بس اتصال من الليلة ومنتبع حديثنا عن بقية المجسمات ليلة صباح الخير مجور عندك وجع بالظهر نعم عندك وجع وفي منفوق يعني حد الرفوش وفي بين الرفوش عالطول بيكون في التقطق تقطق شو بيكون سببه دكتور خليل بس ما فهمت وين الوجع بين الرفوش بين الرفوش يعني من فوق فوق يعني اي اي بين الرفوش الآن التقطق في كذا أسباب وأغلبية تمنى سبب عاطل إذا مع وجع مع عاطل إذا بالطق وبتوجع معناها في شيء في شيء مش مظبوط عم يكبس على الكارتلاج بينما التقطق عادة أنتو عم تحرك بتقطق واحد هذا هو بالمفصل بفقع بس يكون شوية موبايل يعني بعم يتحرك ما إله معنا بحد ذاته وأغلبية لوقت بس نحرك الخارزة نحن تنزبطها كمين بتعمل صوت بتعمل تقطق بتنقذ الواحد بس ما بتوجع بس إذا في وجع معناتها في شيء في شيء عامل في الانفلمسيون بهالكارتلاج حسب شو المشكلة إذا في شيء بس واجع صغير وما في شيء إنجوري عطيئة وفي أشياء بنعملها نيرولوج يعني مثل ما حالي لحاكيين أرتوبيديست ونيرولوج بيعملوا فحوصات خصوصية نشوفه إذا في إحتكالي وهذا كله بيين باليد أغلبية الديسك ديسك ما بيبين باليد يعني كاديسك بس يبين معنا من حسب السمتوم وحسب الإستوار وحسب شو بيجي الشخص مشان شو ونحن عامل وحسب الفحص بيبين معنا إذا أغلبية العصب أو أغلبية هالواجع ديسك ولا خرزة ولا موسكولار ولا شيء تاني بتاعاتها بنعمل إيرام أو بنعمل فحص معين للديسك إذا بيين معنا أنه معقول يكون ديسك